ترجمة نانسي قنقر أحد يغرف مجلس التعاون الخليجي اطلع على مسيرة الاتحاد الجمهوركي لدول المجلس وأهم التحديات والسراتيجية الهيئة واستفاد القطاع الخاص من الاتحاد لافتا إلى أن الاتحاد الجمهوركي الخليجي يشكل نواة لبناء قوة اقتصادية تفاوضية في مجال الاستيراد والتصدير تسعى فيها دول الخليج إلى التأكيد من خلال قدراتها على إنشاء تكتل يدعم المنتجات المحلية ويضع سياسات موحدة تمكن دول المجلس من تعزيز البنية التحتية الاقتصادية في مختلف القطاعات دعيا إلى ضرورة تعزيز العمل ورفع مستويات الاتحاد الجمهوركي بين دول مجلس التعاون بما يحقق التنمية الاقتصادية المنشودة من جانبه أكد النائب الأول لرئيس غرفة البحرين خالد نجيبي أن مجلس الغرف الخليجية يواصل مسيرته في تعزيز زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس التعاون ومواصلة السعي نحو توفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص وتعزيز قدراته التنافسية منوها إلى استكمال خطوات الاتحاد الجمهوركي وتوحد الأنظمة والإجراءات الجمهوركية أحد الأهداف الرئيسية التي يتم السعي نحوها لتسهيل حركة السلع والخدمات وتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق رؤية مشتركة لاقتصاد موحد فيما يخص الاتحاد الجمهوركي دول المجلس تعاون قطعة شوط كبير في توحيد التعرفة الجمهوركية وأيضا أن يكون هناك كود موحد بإذن الله تعالى في عام 2025 العام القادم سيتم اعتماد هذا الكود ترجمة نانسي قنقر